موسيقى الصيام يدعون الله أن يتقبل منه رمضان فكان رمضان بالنسبة للعام هو الوسط هو المقصد هو الخير كله هو مطمح عشاق العبادات والمحارب هو قرة عين المقربين المتقين هو مقصد الفارين إلى الله التائبين هو خيرات الدنيا والآخرة بين يد المؤمنين ولذلك المؤمن إن شاء الله تبارك وتعالى يفرح ألا أشي يفرح ألا أشي يفرح ألا أشي يفرح رمضان على شفرح لا إله إلا الله لأن كم من إنسان عاش معنا العام الماضي في رمضان وأصبح الآن مدرج في الأكفان وقد حيل بينه وبين أن يصل إلى رمضان القادم فيغبطكم الأموات ويتمنوا أنهم كانوا أحياء لكي يصوموا رمضان آخر يغبطونكم على تسبيحاتكم على ذكركم لربكم على صلاة التراويح على جوعكم لله وعطشكم لله وضمعكم لله يغارون ويغبطونكم يتمنى يقول يا ربي أردني للدنيا تعرفوا المية من يموت؟ علشي يقوللي دير الصالح علش الصالح لأنه حينما يموت فبصرك اليوم حديث أي أصبح بصرك حادا فرأيت حقيقة العمل الصالح يوم القيامة وقيمة العمل الصالح الذي زهدنا فيه في الدنيا فحينما يعرف حقيقة العمل الصالح حينما يموت يتمنى لو رد إلى الدنيا لكي لا ينخدع مرة أخرى فيعطي القيمة للعمل الصالح حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون لا إله إلا الله كيش واحد الآن ميت ما أعذروا تعرفوا اسموا رأي دير تعرفوا اسموا رأي دير يغير بي يقول يا أموتي هذ الناس مش حالغافلين جاهم الخير قداش صافي طويت صحيفته ما قدر يسبح ضرق ما قدر يذكر ما قدر يدير الخير ما قدر يبر والديه ما قدر مشا يصيب روحوا في الحقيقة الماثلة بين عيني كان يؤمن بها ولكنه كان غافلا يا ابن عمي يا ابن عمي لحياك الله لرمضان بغالك الخير بالزاب بغالك وحا الخير كبير عظيم عند الله تبارك وتعالى قالك سيدر بن بي صلى الله عليه وسلم الزوج انتعال الناس من صحابه أسلموا في يوم واحد يوم واحد فدخلا معه في الجهات فأما أحدهما فقتل شهيدا استشهد وبقي الرجل الآخر بعده عاما فمات الثاني بعد عام على فراشه الأول قتل في سبيل الله شاف اللول والثاني وقام نبزوش في نهار واحد بقي بعده عام فمات الثاني على فراشه فرآهما أحد الصحابة في المنام أن الذي مات بعد الشهيد بعام أعلى منه درجة في الجنة قال يا ربي هذا كمات على فراشه وهو أرفع منه درجة في الجنة على الشهيد قل الله غيرا نقولها سيدنا بيصلع فراح إلى الحبيب صلوا على الحبيب فأخبره فقال يا رسول الله تذكر فلانا وفلانا من أصحابك أسلموا في يوم واحد فأما الأول فاستشهد معك وبقي الثاني عاما فمات على فراشه وإذا بيأراهم في المنام أن من مات على الفراش بعد عام من استشهاد الأول أعلى منه درجة في الجنة قال يا سيدنا بيصلع يوى كالشعاجة نا يوى نعم ما كحتى مشكلة دعوة عادية ألم يعيش بعده عام قل له بالا يا رسول الله ألم يصلي بعده عام كل نهار خمسة عسطنوان قل له بالا قل له ألم يصوم بعده رمضان قل له بالا قل له ألم يدرك بعده ليلة القدر وهي خير من ألف شهر قل له بالا قل له بذلك رفع الدرجة فوق الشهيد عاش مورا عاش مورا وبذلك سيدنا بيصل يقول خيركم من طالوا عمره وحاسن عامله ما زالتا يطور لك الله في العمر وكل عام تصوم كل عام تشهد ليلة القدر والصلاوات الخمسة كل شيء في المسجد وأنت تطيع ربك سبحانه عز وجل فأنت تجمع الأجر العظيم والثواب العميم ولذلك يرفعك الله درجات بالعمل لك إذن شلت على الحاجة الأولى واسموية واسموية الحاجة الأولى أن تسأل الله تعالى أن يبلغك رمضان فإذا بلغك رمضان زيد فاعلم أنك محظوظ من قبل أرحم الراحمين وأن الله أراد لك خير كثيرا فالأحمق والمحروم هو الذي يدرك رمضان ولم يستفد من أيامه صعد النبي على المنبر فقال آمين 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 والصحابة يسمعون آمين ولم يروا من الداعي سامعوا المؤمن ولم يسمعوا الداعي فلما انتهى النبي قالوا له يا رسول الله سمعناك وأنت تصعد الدرج المنبر تؤمن ثلاثا آمين 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 ما الذي حدث؟ قال جاءني جبريل الله وأنا أصعد درجات المنبر فلما وضعت قدماي على الدرجة الأولى قال يا محمد من أدرك رمضان من أمتك ولم يغفر الله لا أبعده الله قل آمين فقلت آمين اللي يدرك رمضان من أمة عنبي صل الله على الحبيب صلاة على الحبيب ولم يغفر الله لا اللي لا يغفر له قل آمين آمين محروم محروم والثاني قال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل بهم الجنة لا أدخله الله الجنة أبعده الله عن الجنة قل آمين قلت آمين الولدات زجيره أنت ما تقدرش توقف معه في الليلة وفي الرتبة الثالثة قال جبريل من ذكرت عنده ولم يصل عليك أبعده الله ولا نال شفاعتك يوم القيامة قل آمين قلت آمين الشهد عندنا من أدرك رمضان ولم يغفر له فهو المحروم الشقي ضيع قلش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبار الصلوات الخمس صلاة مو الصلاة كفارة للذنوب بين الصلوات جمعة الجمعة لا أبقى شي حاجة تعسيمانا تكفر أسبوعاً كامل الجمعة وزيد ثلثية ورمضان رمضان يكفر اللي يبقى العام كامل فقط إذا اجتنبت الكبائر واسمو هي الكبائر الواش واسمو هي الكبائر الشرق عما يتغفر الكبائر مغير الشرق عقوق الوالدين شرب الخمر الرشوة القتل السحر صديق الكهنة والسحر الكذوب الغيبة النميمة هذه لا تكفرها العبادات هذه كدير تكفر هذه كدير تكفر هذه الكبار بالتوبة التوبة الندم والعزم على ألا تعود إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكرهم شوية الفضيلة لدي الرمضان باش يعرف يسا الفضيلة اللي ولدي الرمضان المسوية أن يكفر الله سيئات من صعم من صعم كما قصد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات للسيئات إذا اجتنبت الكبار يعني قاعدك الذنب الصغير يكفر الله تبارك وتعالى بالعبادات إلا الكبار الذنب الكبيرة ألا لأنها كبيرة وازمخصا التوبة ما معنى التوبة تندمع للشيء اللي فات وتقلع على الذنب في الحال وتعزم على أن لا تعود إلى يوم القيامة ما حدرك حي هذا هو إذن فع من فضل رمضان على الأمة زيد أنه مكفر للذنوب آه الله 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 الثانية نحضروا لهم على فضائل رمضان نجمعوا شو بيوغة تعاونوني انتما الثانية قال رسول الله صلوا عليه إذا جاء رمضان زيد فتحت أبواب الجنة الثمانية فلا يغلق باب الله 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 ما معنى تحلت الأبواب تعجلنا الثمانية ما معنى ما معنى ما معنى ما معنى تحلت ما معنى تفتحت الأبواب تعجلنا الثمانية فتح الرمضان إذن إذن واسم هو أما الأمة في رمضان زيد تسلك طريق الجنة كل شيء غادي يصول كل شيء غادي يصوم كل شيء الله تبارك و تعالى يهيئ جنته لمن للطائعين في رمضان وغلقت أبواب النيران السبعة غلق غلق ما معنى غلقت 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 ينتبه و يبتعد عن الحراب و يمشي مع طيار الطاعة و خيكون غافل يشوف الناس قاعد يصلي و يقول لي يصلي يشوف الناس قاعد يعني بحال لي سيدر بيعاون يغلق أبواب النيران زيد و صفدت مرضة الشياطين فلم تعد تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في باقي الشهور أي أن مرضة الشياطين سلسلهم الله كيدهم الله العلماء كيقولوا و أشقيدهم الله حقيقة أولى بما أن العبد إذا صام يضيق مجاري الشيطان بالجوع في كل الحالات فإن مما يستعين العبد به على الشيطان الصيام الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضيقوا مجرى الشيطان بالجوع لأن من نجوع الإنسان يتفرغ العقل من ذلك والقلب يصفو و يبصر ببصيرة الإيمان سلسلت و صفدت مرضة الشياطين يا رب يا رب يا رب و نادى منادم من السماء يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر والله يناديهم منادي من السماء الجنة محلولة والنار مغلوقة والشياطين اللي كانوا يضلونها مسلسلة و صد ربي ناديك يا باغي الخير أقبل أقبل أجي 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 الجنة ياللي رك باغي الخير ياللي رك نوي الخير في رمضان ياللي حبيت هاد الشر ياللي كنت تشتاقل هاد الشر رهجت الفرصة انتعك خلي دار شرك إلى ضيعتها الفرصة لن تعود أبدا هذه الفرصة أقبل 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 إلى رضوان الله أقبل إلى رحمة الله أقبل إلى بغفرة الله أسرع إلى جنات الله و يا باغي الشر أقصر ياللي كنت دائما تنوي الشر والعام كامل و انت غافل أقصر أريض جالوا قيطة اللي تريض مني ما تريد شلي فوقاش تريض ما تحشمش ما تستحييش أعضاش للشر و انت غافل ها هو صدير بيفتح لك الجنة ها غلق عليك الباب انت عن نيران ها رح سلسل الشياطين ايوه ريض شوية ريض شوية الله أكبر الله أكبر الله أكبر هادو أربعة اذا فيه المغفرة فيه تفتح أبوه بالجنان فيه تغلق أبوه بالنيران فيها تصفد مرادة الشياطين و فيها منادي الله ينادي يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر ها خمسة الفضل السادس انت عن شاء الله رمضان كيف يفضل الخر ولا مكان زيد أخويا الله تعالى يجزل فيه الحسنات كما يكفر السيئات فيؤظم الحسنات اسمعوا واش قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب فيه المؤمن الصائم بخصلة من الخير يكون كمن تقرب بفريضة ومن تقرب فيه بفريضة يكون كمن تقرب بسبعين فرضة في غيره إلى صلّة الظهور في رمضان بحل صلّة سبعين ظهور في غير رمضان أسمع آخو يا يا حبيبي اسمعني إلى صلّة الصبح في رمضان بحل صلّة سبعين صبح تلت شهور شهرين وعشر ايام متابعة. الله 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 الله. ولا سليت شهر كامل في الوقت بحالة شهر يعني وشهر سبعين شهر سبعين شهر وشهر هذه سبعين شهر شهر خمس سنين ورص كأنك خمس سنين بلا لغيت القدر يعني سبعين شهر سبعين شهر ما معنى سبعين شهر معنى خمس سنين ورص كأنك سليت لله خمس سنوات وانت. سواء اللي ما بغش يتاجر معمولانا في هذا الشهر. آه عندك نعامة سيدي عندك بريم غليم مضاعف سبعين مرة سبعين مرة ربي 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 زيد زيد وفيه ليلة هي ليلة القدري بي بي ألف شهر باش سبعين ألف شهر من حرمها فقد حرم ومن أدركها أدرك فضلا عظيما لا يعرف قدره إلا الله الله ربي 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 ما حالية ألف شهر؟ ثلاثة وثمانين عام انت لو كان قاعد عيش ما تعيش ثلاثة وثمانين إلا دركت ليلة القدر تصلي المغرب والعشة والصبح تكون كمن صلى ثلاثة وثمانين سنة في اللقاء في الوقت ثلاثة وثمانين عام يعني كتعوض لك كل شيء كل شيء النقص شتوا النقص ديال السلام تعنا؟ شتوا وش حال إحنايا إن شاء الله تبارك وتعالى من ضيعين؟ شوفوا لي لوحدة من أدركها يقول سيدا ربي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر والعلماء قالوا مش غير ألف شهر ألف هي غيوة ذاك العدد اللي كان معروف عن العرب وإلا فإن ليلة القدر هي خير من الدنيا وما فيها من أدركها؟ فكأنما أدرك الزمان كله كأنه ملأ الزمان كله بالطعام لأن أجرها لا يعلم مداه إلا الله وربي ربي ربي الحسنة فين يوصله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه إن شاء الله تبارك وتعالى على مضاعفة الأجر هذا مضاعفة الأجر هذا فضل كان الفضل الخور زيدو زيدو أنت ما قوله زيدو زيدو كانش يفضل الخور؟ صحة آه ما زارع ها؟ ها؟ زيدو إن شاء الله زيدو كانش حال؟ صحة لا لغير قولكم زيدو الفضل تعصير الفضل صدقة هم؟ أجر لا لنحضروا غير السيب غير الفضل تعصير صحة قلناها المغفرة رحنا قلناها إن شاء الله سمعوا إن شاء الله تعالى أسمعوا الصحة قادي نجولها في التالي إن شاء الله سمعوا إن للصائم دعوة ما ما ترد اللي سم يفتح الله أبواب الإجابة في وجهه فإذا رفع وجوفه فارغ لله فقال يا رب قال الله لبيك عبدي سلطعطى الله 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 اغتان ملقيت أنتا رمضان دعوه لولادكم دعوه لولادكم ثلاثة أنتا الأوقات في رمضان دعوه فيهم الله هنتكو تضيعهم قال كل نبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم والإمام العادل الإمام العادل والمسافر والمظلوم ودعوة الصائم إذن كائن فوقاش فوقاش تدعي فوقاش قبل ما تفطر الله رحمه الله شوفوا مني تكوني في الكوزينة ما تلاوش غمع الكوزينة وتستنوغي فوقاش يوذن الكوزينة عربوع ساعة ما تتوشيش في الصوارح تكون كل شي الميدة محطوطة وصورك ودعوة ربوع ساعة ربوع ساعة ديال الدعا أحسن عبادة ربوع ساعة قبل الدعا وماذا بيكم كي كان بنوع أمار يجي مع أولاده ربوع ساعة قبل من مغرب ويبقى ويدعي ويبكي ويدعي ويبكي ويدعي ويبكي ويدعي حتى يسمى الله أكبر إن للصائم دعوة قبل فطره لا تورد لا تورد قبل ما يفطر ما حد يجوف انت حكثار وما يلاك اليد من انت أكل كاللي من شاء يأكل ما دعم أولو أحطنا الحريرة يوجد يرفد يديك يا خلاده الشرك يوجد يديك كان يسيادنا ساعة قبل من المغرب ويديك ساعة اللي كان يقرأ القرآن يطوي المصحف اللي كان يصلي يطوي اللي كان يسبح يطوي يرفع يده ساعة قبل من المغرب ساعة لأن الدعاء مخ العبادة ولأن الله يحب العبد اللي يدعيه والله يحب العبد الملحاح فألح على الله وأظهر فقرك لله وحاجتك لله ويش عيب الله أنت عامل مع سيدة ربي بحل الله رحنا أغنياء ومستغنين على سيدة ربي يرفد يديك الإسماء زياد هذا الوقت الأول والوقت الثاني فوق عش اللي سيدة ربي فرمغة الصحور ينزل ينزل ربك في كل ليلة فكيف في رمضان في الثلث الأخير فينادي هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه حتى يؤذن لصلاة الصبح فإن استطعت أن تكون من أهل تلك الساعة فكن 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 والساعة الثلاثة إن شاء الله زيدوا الساعة الثلاثة إن شاء الله زيدوا إن شاء الله بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لو كنت ديرت ساعة قبل المغرب ساعة عند الصحور ساعة مور الصبح تطلع الشمس وش حققت في النهار؟ في التسوية ضربها في ثلاثين؟ تسعين ساعة تسعين ساعة ديال الدعاء تسعين ساعة ديال الدعاء تسعين ساعة ساعة قبل من المغرب ساعة في الصحور قريب ربعية وساعة مور الصلاة الصبح حتى تطلع الشمس وصلي ركعتين عندك أجر حاج حج وعمرة أجر حجة وعمرة تامتين 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 إذن هذي إن شاء الله تعالى من فضل رمضان واسبه؟ استجابة الدعوة هذي شيء يسمعه الله؟ زيده فضل رمضان ثمانية زيده ثمانية زيده ثمانية زيده ثمانية تسعين ولا؟ ها؟ 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 لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الله 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 الريحة ذي الفن فنهار اللي تكون متغيرة حينما يفرغ الجوف من الطعام تلك الرائحة عند الله يوم القيامة يرد هرب يوسمه تحشر يوم القيامة أيها الصائم بريح أطيب من ريح المسكي ينبعث من فم الذي صام ربي 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 زيد زيد ألوك زيد من فطر فيه صائما كان له أجر من غير أن ينقص من أجره شيئا قالوا يا رسول الله ليس كلنا يستطيع أن يفطر الناس قال إن الله يعطيك ذاك الأجر ولو بتمرة زيد أو مذخة لبن زيد أو شربة ماء لذلك سيادنا كنشوفه من عمس يدي في مكة والمدينة كي يسقيوا الناس يسقيوا الناس أشتهم مارف داذوك الكيسان وديها لزمزموا ويفوتوا على الناس يسقيوا الناس أسموه را في نيتو نيتو أنه يطعموا ويفطروا الصائمين أه؟ وفي الجوة مع تبارك الله إنسان اللي يديه التمر ويديهر طلط على التمر ولا كيلو وغير اللي يجيه يعطيه التمر اللي يجيه يعطيه التمر اللي يجيه يعطيه التمر هاد السنة الزينة المزيانة فتفطير الصائم تحصل بموجبه أجرى ذلك الصائم كله ولو فطرت مئة بالماء لأعطاك الله أجرى مئة صائم بالماء بالماء بلا مالش بماء ايه بالماء شو الهال اللي فضلت أحصد يا ربي سبحانه ايوه كانش يفضل الخرد يا رمضة ازيد أخي كانش يفضل الخرد على رمضان ازيد اه كانش يحاجة خرد على رمضان اه انا قلنا التفطير رضي الصدق اه شهر رمضان رمضان هو شهر انزل الله فيه القرآن فالانسان في رمضان ينبغي ان يتلو القرآن فهو شهر القرآن فكل من كانت علاقته بالقرآن مقطوع طوال 11 شهرا ينبغي ان يجدد صلطه بالقرآن في رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يقرأ القرآن كاذا يتكلم ختماء كيف هي تprom played على as little يختما ختماء والله و يختموا ختماء لنا و penal يختموا ختماء له وح charges كان يختم يختم هنا بعد الامام و يختم نقوم الليل을 في زوجته يختم بعدiveSA في الدار و يختم ختماءة خاصة ولكن هذا كان يختم الاختماء تحت روح والاختما هو والزوجة دياله كي يصلي بها القرآن يعني كي يقبض القرآن ويبقى يقرأ يعني الشهر كامل يختم دياله ديال القيام في الضار الزوج يختمها والثالثة يختمها قراءة يقراها بتدبر يسرخ السوء يكثر من تلاوة القرآن في رمضان كأن نعم والتجارة مع الله عظيمة فمن قرأ حرفا من الكتاب من القرآن كانت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولم حرف وميم حرف زيد زيد والضربها فاش فاش دربها العشرة ضربها فاش دربها فسبعين طاعة واش قلتوها قلتو الحسنات ولم أعطوها سبعين وليل تقدره شعل ضربها ألف وفي بيطلع الحرام فاش دربها مئات ألف حسنة بعصدها ربك حسنة بعصدها ربك حسنة بعصدها ربك لا إلهي الله وحمد رسول الله زيد يعني شفت الأخوة العمرة في رمضان يعدل ثوابها حجة مع رسول الله كأنك حجت مع النبي سلايس ربي 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 من اعتمر في شهر رمضان يعطيه الله ثواب حجة كاملة مع رسول الله أي كأنه حج مع الصحابة في حجة الوداع التي حجها رسول الله وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي سلايس كيدي الإنسان ما يمشي شي تجر مع صده ربي كيدي الإنسان ما يمشي شي اللي عنده عطار ربي وبقى عادي غافل يدور اللي غير هنا لأنني بصلك يقول ما أزمزم لما شرب له أنت يا الصايم زيد الدعاء مستجر يا الصايم دعاء مطلع وفين راك في مكة زيد والماتع زمزم لما شرب له جمعت واسمه استجابة الدعاء الصائب والماتع زمزم وبيطلع الحرام فكيف لا يستجيبوا الله بسوى اللي عنده الشك اللي عنده الشك ما صدر بما ها في الصليقين زيد وكيش يفضل أخور طارة رمضان ها غادي تكملوا برفضل طارة رمضان كيش يفضل أخور طارة رمضان ها 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 للصائم فرحتان يفرحهما وهذا فرع عجيب بالنسبة للصائم في كل يوم يفتر بعد غروب الشمس يفرح بكونه صام يوما فأتمه فضلا من الله ها 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 يفرحها يوم القيامة عند لقاء ربه يفرح بصيامه لأن الصيام والقرآن يوم القيامة يشفعان العبد فيقول الصيام أي رب منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان فيه فيأخذه القرآن بيمينه والصيام بشباله وعرفعانه في أعلى درجات الجنان بجوار أرحم الراحمين اي 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 لا إله إلا الله الخيرات 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 كان شي حاجة أخرى تعرف فضل الاعتكاف كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر وفي العام الذي توفي اعتكف عشرين ما اسم الاعتكاف أن تحبس نفسك في المسجد فتخصص الليل والنهار لله تنقطع عن كل الدنيا وتقبل على الله في بيته بحيث لا تفكر إلا في مقامك بين يدى ربك فرمضان يريد الله أن تكون لله لأن الصيام لي وأنا أسجي به فالله يريدك في الصيام أن تكون لله في العشر الأواخر أعطيتك عشرين يوم روح الصلف وروح ل عشر يوم التالية وأعطيها للي أخصصها لي في العام ما تهضر مع أحد ما بتشغل بدنيا هذا يسميه التبتل والانقطاع لله وتبتل إليه تبتيلة التبتل أن تنقطع عن اهتماماتك كلها وتقبل بقلبك وفكرك على الله ذاكرا متعلما قارئا للقرآن هذا يسميه إن شاء الله تعالى ويفسروها يفسرها له جبريل من الفاتحة غير صورة الناس والعام اللي تقرض فيه دارسه القرآن مرتين مرتين يكرمها مرتين المدارسة مش يغير نقول لك الآية معناها والإحكام ديالها وتفهمها وتخدم بها فشهر رمضان هو شهر مدارسة القرآن العلم 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 الدروس 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 والدعوة لأن النفوس كان تكون وسمه مقبلة على الله شحال من واحد كان غافل في الشوراء وكيجا رمضان تاب لله ومن ذاك رمضان هو غد يفترين وشحال من واحد مسكين كان ما يعرف لا صلى لا صيام ولكن حينما جاء رمضان أخذه طيار الرحمن فأصابه قبس من نور الرحمن فجاء إلى ربه مستقيما لم ينحرف احتلقي الله لا إله إلا الله رحمة الله بذلك أحبابي لكم نظلوا الليلة كاملة ونحن نهدروا على فضل رمضان ما نكملوش يا اسم المقصود من هذه الكلمة إن شاء الله واسموها واسموها واستعداد لهذه الأيام التي تمر سريعا باش أولا أن تفرح بلقاء رمضان ضيف الله ثانيا أن تنوي إن شاء الله أن تصومه كما يحب الرحمن ثالثا أن تنافس المؤمنين في الخيرات في الصلوات الزكوات أعمال البر الاستغفار الدعاء بر الوالدين صلة الأرحاب فالأعمال الصالحة في رمضان يضاعف الله ثوابها سبعين مرة فأكثر أيها المسلم أكثر أيها المؤمن إياك 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 من سراق رمضان شكونوا ما سراق رمضان شكون سراق رمضان شاياط الإنس لأن الشيطان دي الجن واسمو ده ما يكون شكونوا ما شاياط الإنس إذن لقى الإعلام الفاسد الكورة سراقة البارسة والشامبيانز ليج وهنا المساين زيد الواتصاب زيد الانترنت زيد الشاط زيد زيد اللغو زيد تحويله النهار زيد للنعس الكسل الحصول واشغالي قولك إياكم من سراق فضل رمضان وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد